موسيقى سي حميد بداية حزب الشراك الموحد كيف يمكن أن تكون محمد ردار بيضا السؤال واجيه وكي يحير المهتمين والمتتبعين بتدبير الشئ المحلي في ردار بيضا نتفاعل معك هذا المستوى لكن قبل هذا بغيت ننقف على واحد الرجول اللي كان سميه رجل استيثنائي سي محمد بن سعيد اي تيدر رحمه الله فقدناه أسبوع السابق بغيت بالمناسبة نشكر كل الناس بكل أطياف سياسية اللي وسونا وعزونا وكانوا حاضرين قوة في الجنازة دياله بعض الإضافات الرجل كان يميزه ثلاث أشياء رجل وطني بامتياز وانقل هذا الروح الوطنية لكل أجيال اللي عاش من داخل المغاربة كل أطياف اليسارية كان رجل حقوقي بامتياز أول رجل كي يتير ميلف ديال المعتقل تزمان مرتب البرلمان وكان كي ناضل للجانب الجمعية المغربية حقوق الإنسان وكل منظمة الحقوقية من الضرب حتى لا يبقى ظاهرة الاعتقال السياسي والنقطة الثالثة مشكلة الديمقراطية والديمقراطية الداخلية من داخل الأحزاب السياسية هو دائما عطف الممارسة السياسية إلى أي حد نحن ديمقراطيين سي بن سعد دائما وخيك أقلية وكأمين عام كان ينضبط للأغلبية القرارات المؤسسات أعلى هي أتقرير إذن هذا ما يميزه وأكثر من هذا كان قائد جيش تحرير ورغم ذلك السلاح رجل هادئ في الإجابة دياله ومقنع ولكن الكلام دياله دائما عامق وصادق ونجده ينبعيته من القلب وهذه هي المدرسة التي كنتم يوليها أبناء الشراك الموحد رحم الله الفقيد الحديث عن السياسي الدري لا يكفيش حلقة أو حلقتين بالنسبة لكم أنتم محز بالشراك الموحدة عن مساول مدينة الدربدة كان هناك غموضة عن المساولة تم وقع ديالكم وما في المعارضة أو في الأغلبية أو في إن كنتم حيث كان هناك الهدوء في تعامل مع القضايا تعمل ديالة الدربدة أو الجدال التي تكون في المجالي تعمل ديالة الدربدة سواء مجلس المدينة أو مجلس المقاطعات كما أقول لك قبيلا سؤال واجه تم وقع ديال الشراك الموحد واضح كي تتواجد في الوثائق دياله أول حزب في الدربدة أو في المغرب صدر بيان يعلن بإن إنحياز للمعارضة البناءة الوطنية عندها دائما القوة الاقتراحية لأن تدبير الشئ المحلي في سياسة القرب في حل مشاكل ديال المواطنين إذن في الأول فشك أنك تشكل المكاتب لم نبحث عن أغلبية نصطف إليها أو إذن لهذا يميزنا الخط التالي معارضة بهدوء لأن المصلحة المواطنين لا تخصى المزايدات المحلية تخصى الدولة تصطفات أو الوضع الحار لا لا تخصى المعالجة اليومية تخصى التعاون للجميع إذن إحنا لا نحزن لشي طرف إذن ما يميزنا على معارضة أخرى في الدر البيضاء هي معارضة بالنسبة لعدادية لم تجدوا نفسها من داخل الأغلبية القائمة كانت كدب سيدكم في الأغلبية ما توفر لها إذن متطرة فقط للمعارضة على عكس الشرك الموحد أعلن المعارضة البناء منذ البداية إلى يومنا هذا بالنسبة للجدل اللي كان علم نصول مقاطعة الحياة الحسنية وكل نقاش داخل الأغلبية ونقاش داخل المعارضة والمقاطعات والدورات ما تتعاقدوش ولا كنتم أعز بشرك الموحد يعني كان رد ديال ما كان شي رد فعل ديالكم قوي في هذه القادية بالعكس تضحوا السياسة ديالكم بالعكس السيحمد كان رد قوي لكل حضور أو أولا ما خطعناش الدورة بنسبة لنا نفس سياسة كينا لنتيجة النتائج الانتخابات على حساب صناديق الاقتراع بين قوسين ماشي حقيقية ومزورة ولا تمتل ساكنة الحي الحسني إذن نفس سياسة لنشغل نقطع الدورة وما نقطعش الدورة أخرى إذن بالنسبة لنا كنا حاضرين وكان دافعوا وكان ترفعوا القضايا المواطنين المقوة واصدرنا بيان كي وضح الملابسات ولكن بالنسبة لنا الإخوان ديالنا في المعارضة أطراف أخرى تطروا يقاطعهم هذا كشغلهم بالنسبة لنا ليس هناك ما يقنعون للمقاطعة في ذلك الدورة اللي كتيرنا بشكل كبير وخطير هو الأغلبية تطروا اللي يوقع في الأغلبية الجولة الأولى طرف معين ما حضرش إلى جانب جزء من المعارضة طبعا اللي من الشرك الموحد هو في المعارضة جزء من المعارضة تغيبا لأسباب نحترمها وهذا حقد السوري محفوف لهم الدورة الثانية الجزء اللي تغيب الأغلبية في الدورة الجولة اللولة كي يحضر في الجولة الثانية بمنش كنقول العنوان دي لذلك المرحلة العبات هذا كيتبين بأن التحالفات في الشكل المكتب ما كانش على برامج ما كانش على السياسة دي المقاطعة أو دي المدينة دي الدربيضاء اللي فيها المصلحة دي المواطن كانت أغلبية عدادية فيها مصالح ضيقة وفاش كي يبين تناقضات دي المصالح الضيقة كي يبين تصدر والغريب هو الرجوع الجولة الثالثة وكان نصاب القانوني بدون نقاش بدون لماذا لماذا تغيبوا وهنا أسئلة كبرى لا لتضيع تدبير الزمان الجماعي ونضيعوا الوقت المصالح دي المواطن ما كحيش لكي المواطن بخصتكم تتمقعوا يعني تساندوا المعارضة في الخطوات التي تدلت لا تنتم كما كتير تنتم بخصوص في المعارضة ومحسوبين على أحزاب المعارضة لا يبقى الحزب في معزلين عن باقي النقاشات والجدل التي تكون تتبيروا بقى لكم بوحدكم ومعنيين 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 شوف كين وحد الخطأ في الدربية هو الشأ المحلي غايبة تتبع الناس المهتمين النخبة غايبة ومكتق في العمل السياسي بمعنى تقول المؤسسات فاقدة لا تقدمت حاجة والانتخابات ديمقراطية وعبد الواحد كل واحد بنيسبة لنا خطرنا خطين غير من أجل المزايدات في تقدير ديالنا هذا هو اللي يعطي الاتقال العمل السياسي واللي يعطي النخبة تهتم في التدبير المحلي وتشارك المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة بالنسبة لنا الإخوان في المعارضة الجزء من المعارضة الاتحاد الشراك والPPS ممكن تحلفوا ممكن على قضية موعيانة بيان مشترك أي حاجة نديرها ملف معين ترافعوا عليه ولكن عندنا بالنسبة لنا الإخوان ديال العدلة والتنمية مشتركوا في التجاريب السابقة جوج تجاريب كانت بالنسبة لنا النتيجة تعارض ماذا السياسة السابقة وتدبير المحلرة المحلرة كين السمرار خط أحمر خط أحمر وهذا الاحترام هنا بل احترام المؤسسات ما يميز الشراك الموحد ما عندوش كائنة انتخابية عندو مناظرين اللي عندو مواقف مرتبطة بالمقررات للمؤتمرات والمجلس الوطني الحزب خط أحمر العدلة وثنمية لحدود الساعة ننضابير ممكن نشي خرج واحد من الحزب ويقول على حساب الهوى دي ويقول ولا المصلحة إذن مشيغل توجه داخل المقاطعة الحزاني لا لا توجه في المغرب كله توجه في المغرب كله مشيغل في مقاطعة الحزاني المستوى الوطني إذن بغينا لهذا باش يتراجع لأعتبر العمل السياسي ما يكتف الوثائق المقرر للأحزاب يجب أن يطبق ويلتزم به المناظلي على عكس ما قلناه تصدع في الأغلبية إذن كائنة انتخابية كل ما عنده لون تلعشية الانتخاب يقول لن يمشي لون باش يترشح به وهنا بإنما كينش آذات حزبية اللي كتراقبه على عكس الشرك الموحد مثلا نعطينا موذج دي مقاطعة الحزاني أو الدار البيضاء كلها كين الجنات تتبع الشأن المحلي كتشغل معي شخصيا هاد الجنات كتدير دراسة الميلفات كتقدمها للمكتب المحلي والمكتب المحلي هو اللي عنده السلطة دي التقرير وعاد المستشار كينفيد ما يقرره ما يقترح الاجنات تتبع الشأن المحلي في المناظرين وفي المتعاطفين وبعض المواطنين اللي مهتمين بشأن المحلي وكي يبليهم هاد الغتالي ديال الشراكة الموحد هو الأنجاء لدهب الضربيضة إلى الأمام بالنسبة لتحل أنت سياد مدينة الضربيضة دي دبت قريبا أكثر من عاميا على تكلف ديالهم بتسياد المدينة الضربيضة اللي هو التجمع وطن الأحرار أصار المعاصرة وحزب الاستقلال بإضافة إلى حزب التحدي السوري وكيف خدمة عند الناس على الموصل المدينة للضربيضة الدربيضة مشكل كبير وعويص وبما أن أحزاب بسياسة الهاجينة وما كان برنامج واضح للمواجهة ودها بالضربيضة وحنا عندنا انتظارات ديال 2030 اللي تحد ديال كوبرا مطروح على الدربيضة بصدد تنظيم كأس العالم كل قول المدينة غير مؤهلة وتشوير طرقي هذه الطم الكوبرا مثلا نعطي نموذاج للحي الحسني ناخذ طريق السيار لن تدخل الحي الحسني تشوير طرقي لا يعطي أي إشارة بأن الدخول لأي منطقة بمعنى الزوار الذين يأتي للضربيضة أول مرة يتلفو ويضيع وقتهم ويكون عندهم ويضيف ويضيف بمعنى اهتمام وتشوير اقترحناها كالشراكين موحد تكون في جدو الأعمال الدورة السابقة للأسف الرئيس لم تترح في إطار تقييم شخصيا لقيت واحد النفذة وطرحت ها بقوة وتبنى المجلس على أساس تشكل الجنة تقنية اللي باش تعالج مشكل الولوج مشكل السير والجوالان ومشكل تشوير طرقي وبهذا المنبر كان طالب الرئيس يفعل هذا الجنة تقنية وطرأسها السيدة المهندسة تحتاج إشراف السيد الرئيس باش يمكن هذا جانب جانب ديال الأسواق أسواق مشكل كبير الأغلب اللي كتصير الدر البيضاء ما عندهاش إجابة مثلا في العين الشوق أو للحيل الحسني كلها أسواق عشوائية وكين مثلا كين الكرارس كين تريب بورتور كين الحملة تدد المتجولين والتحرير الملك العمومي عن المسلم للضربية التحرير الملك العمومي مشكل كبير وهذا كنت جاي لها بإن ما تلقوش في دول الأعمال الأغلبية اللي كتصير الدر البيضاء ما كين رؤية شاملة باش يمكن لها تأهل الدر البيضاء حتى في تشوار طرقي وصير الجوال ما كين رؤية شاملة بسلاسة هذا عائق بنسبة لنا كنشوف تنظيم الأسواق وصير الجوالين يمكن هات أهل الدر البيضاء بالإضافة الأرصيفة والتبليط تكون سياسة شمول يعني المستوى الدر أكيد غادي نخرج بسرعة مثلا ناخذ الدر البيضاء كما قال الأستاذ عبد الرحيم أريري غير في التبليط والأرصيفة قصة وحيث 53 قسمتها على 16 مقاطعة تلقى تقريبا 3 فاصيل المليار هذه هي المنحة اللي تعطى المقاطعة للحي الحسني وفين كي غنديرون التبليط بمعنى كين تدبير اللي في رضو الأفعال ما كينش عقلاني وما كينش المواريد المالية باش يمكن لك تأهل الدر البيضاء على المستوى الرصيف والتبليط إذن هاد المداخيل بجوج الإرادة السياسية كتجيب يمكن لا تجيب المواريد وفش كتولي لك نقول الأحزاب الإدارية لأن ما يصير الدر البيضاء أحزاب الإدارية اللي كتسنى القرار يجي ما كتقلب ش على مبادرة مبادرات اللي يتقلب بإن تكون أحزاب مناظلة كتدافع وكترافع للمدينة ديالها صور ده أغلبية في المجلس المدينة الدر البيضاء أغلبية في الجهة كلهم البرلمانيين محسوبين على الأحزاب الثلاث بمنع الحكومة بمنع حكومة في الدوم وما عندهم القدرة على المبادرة بش يجاوبوا على الرهانات والإكرهات اللي كتنتظر الدر كينتظروا دائما شي واحد اللي غيجي أمرهم من الإدارة الترابية احتاج الولي ما يسمى البداية التحرير العمومي وخاين دي ملاحظة تغرج عليها حتاجة السيد الولي الميديا دير مبادرة وهما غتابعينهم بمعنى مكين شرؤية واضحة من الطابقة من البرامج الانتخابية الإجابة على المشاكل التي تتخبط فيها الدر البيضاء إذن مرطرة بالإرادة والمواريد المالية يعني أشي الملاحظة التي لديك أعتبر الزلزال الذي يضرب الحوز الذي كان طبيعي كان الزلزال في الضر البيضاء وإذن الزلزال يكون ساكن أو يعتقد 30-40 سنة هو الذي يوظفها يستغلها لا يريد رزقه ويقرأ هذا ويريد يخلص عليهم إكرهات المالية المعيشية اليومية ويأتي في ليلة يطيح له كل شي ويطرد السبيل يجب أن نضع ويجب أن نضع ويجب أن نضع البدائي التي تعطي الدولة كما كانت تعطي يعانا بنيسبة للزلزال الطبيعي حتى هنا الزلزال الضر يضع يجب أن نضع كل متضرر من هذا سميت لكي تحمل مسؤوليتها وعندها رؤية واضحة لأنه كل شي يجب أن نتوضع من أجل الشعب من أجل السكان وهذه فجل ذكرت هذه سألة السيبو الصلاة يرحمه أمين العام دي الحزب الاستقرار قال على السيبو بن سعيد في 2012 قال تكريم قال الرجل دائما في المؤسسة الدولة الذي يذكرون بالشعب وفي الموقع الشعب يشدرنا الشعب إذن يكون له من أجل المواطنين المغاربة إذا لم يكن حضرين في أي مشروع يبقى فاشل المغاربة وفي المغاربة كأس إفريقيا وكأس العالم 2030 يكون أخلاع المسؤولين ضائع وليس سنضيع الفرصة المغرب دائما في الوطع يقول أنه يفتح قوس وكيف تسد الفرص ضائعة وفعلا شكرا على هذا السؤال يضع نريهان بأن أمام العالم تأهيل نموذج المدينة حديثة في الدول النامية لتكون مواصفة المدين العالمية نقدر أن نضروع إلى باريس نقدر أن ساوب بولون نقدر أن نضروع إلى شيكاغو هذا يطلب الإرادة كما قلت قبيلة سياسية بمعنى ضخ الموارد المالية باش يمكن انتمنا تكون إرادة عند الدولة باش يمكن ولكن رجع الواحد المسألة هنا المدخل هو النخبة ما يمكن الدربيضة تصيرها بكائنات انتخابية الناس اللي ما عندهم شرؤية جيدة على مصالحه بمعنى كان في شي جمعية ولا شي حاجة من بعد بانتلي جابوا شي حد رشحو كي يدون كي يقول قوه كيف كرغاف تنمية المواريد دياله تنمية طروة دياله وهنا ربط المسؤولية بالمحاسبة وهنا الدولة تكون نازل بقوة بشميع المقاطعات باش تراقب من أين لك هذا أرجع لصول بالموضوع كنقول إعادة الانتخابات قابل الأوان بالنسبة لي تعديل القانون للانتخابات التقطيع باش يمكننا ونضربوا على آياد الفاسدين والناس اللي كيجيبوا الأموال ديال المخدرات والضرب بضرب بلما نضرب التفصيل بلما نعطى أمثل لكل شي عارفها اللي كيجيبوا الأموال باش ترشحوا الانتخابات ويشريوا في عباد الله في فئة الهش والمعوزة تخليق الحياة السياسية بيانسور تخليق الحياة السياسية إذا الانتخابات قابل الأوان تخليق ديالها بالقوانين والضرب على المفسدين مخصومش ترشحوا الدولة تكون واضحة علاج باش تكون نخبة جديدة برؤية ببرامج لتنافس باش يمكننا في تدبير ديال الضربدة وتأهل في المواصفة الدول المدن العالمية هذه المطالب ديالك غير بعض الناس مدينة الضربدة باش تنترحيت على الملعب الكبير البن سليمان تقولون أنك الأولى أن الملعب تدار وسط مدينة الضربدة إما في مقاطعة مولي رشيد إما في الهروين باش تتكليل الملاذق للضحوية مدينة الضربدة تتعرف واحد الإقلاع مع كأس العالم مشتاف ما عند الرأي أي رأي بنسبة لي ليس خطأ أو صحيح أي رأي واش تدخل في رؤية أو لا تدخل مدينة الضربدة كبيرة رابن سليمان هو رفوس الضربدة لا تذهب بالعكس سأعطي متلفز آخر مثلا المركب محمد الخاميس سألعب ويدخل في المآتين التاريخية ويمكن نوضفه في السياحة ويجبل موارد مالية للجماعة للضربدة يكون بن سليمان وحدة الهراويين ليس هذا أول مشكل مشكل دائما السؤال هو تدبير وتجديد النخبة التي ستدخل المعترك السياسي لم يكن نسألوا الحلقة قبل أن نظروا على الليساس فا الحي الحسين بلا الليساس فا يعني الليساس فا يعني مشاكل كثيرة بالنسبة لك كتب من الحزب الشراكي الموحد كيف تشوفوا الرؤية ديركم من أجل تلميت المنطقة هذه مدخل مدينة الضربدة نقطة في البرنامج دينا هو المدخل ديال الضربدة ديال الليساس فتأهيله وهذا شي ما كي يقعد بحتج المهيد هذا كان في برنامجنا ولكن نحن ما شيء أغلبية انتخابات ما شيء نزيها وصانا ضيق الاقتراع ما أعطتنا أغلبية وما أعطتنا شو وكان نقول يمكننا ندخله في الأغلبية من الأحزاب الوطنية الديمقراطية ولكن سنضيق الاختراع أعطت هذه النتيجة المواطنين يعرفون على من يصوتون وشكل يضيع الوقت أنا اللي كنت رجع تأعطى الاعتبار المنتخاب باش تكون عنده مبادرة يتبق برنامج باش المواطنين يتحاسبوا واش تبق برنامج ولا برنامج ديالش حد خلق إذن هاد الزواج اللي خسنا خرجه منا وهذا كان مركزي في البرنامج ديالنا للأسف ناخذ مثلا مقاطعة الحي الحسني فيها 4488 هيكتار شحل المساحة الخضراء 61 91 هيكتار وما وصل لشتا 50% لتأهل وشكل الجزء الكبير مننا هو اللي كان في كازا أونفا الكبير بمعنى لاجهنا من اللي ساسفا حتى الحجفة وله مساحة خضراء للأسف والأشجار تشجير تشجير يجب أن يكون برؤية اللي تساعدنا على البيئة مثلا اللي تمتص ثاني أكسيد الكربون والأشجار اللي في ضر البيضاء تدفع الناس عندهم حساسية وربو بعض الأمراض ودوك الأشجار تهيئة تدفع الناس باش يتكاتر الأمراض دونك تكون أشجار برؤية المختصين اللي واضحة اللي في صالح على الأقل تعطينا غض ماشي بحا النخل النخل اللي عنده شي مارشي وباعو شروع معه وجاكي حتى النخل اللي في القيطة غير من لا تميز الدار البيضاء سي حامد شكرا جزيلا على قبول دعوة متتبعي أنفاس بريس إلى لقاء فرصة قادمة إن شاء الله